الحمد لله ربنا ورب كل شيء العليم بكل شيء القادر على كل شيء الواحد القيوم الحي نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء سبيل الهدى فيسلمهم من كل غي ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى السبيل الأقوم بلا زيغ ولا ميل ولا لي اللهم أدم صلواتك على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل السير على منهاجه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإننا في تأملنا لكلام ربنا وخطابه وتعليمه وإرشاده وتوجيهه بما أوحى إلى قلب عبده المصطفى سيدنا محمد فبلغنا عن الإله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه تأملنا في معاني أوائل سورة يونس وسمعنا الحق جل جلاله وتعالى في علاه يذكرنا ببعثة نبيه محمد وأن لا مجال الاستغراب ذلك إلا لكل من أغرب عن ميدان الهجة والعقل والمنطق ثم يحدثنا الحق جل جلاله وتعالى في علاه عن ربوبيته وتفرده باستحقاق العبادة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض ومن دى على ظهر الأرض من المكلفين لا يدركوا الأرض وعجائبها والسماء من فوقه وأي عقل من هؤلاء لا يدركوا أن السماء والأرض محتاجات إلى صانع يصنعهما وخالق يخلقهما ومكون يكونهما جل جلاله وتعالى في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكانت سنته في الخلق جل جلاله خلق الزمان وخلق المكان ثم جعل سبحانه وتعالى للخلق تقديراً وتطويراً وأخذ مدة من الزمان وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يخلق أي شيء في لمحة وطرفة عين فكانت هذه السنة للإله ويعلمنا به ونحن نرى سنعه جل جلاله فيما يكون الأجنة في بطون الأمهات وتأخذوا تلك الأوقات إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكونوا علاقة مثل ذلك ثم يكونوا مضغطاً مثل ذلك وكذلك نرى الأشجار تنبت على تماد وعلى ترتيب وعلى مهل وعلى تقدير بأزمنة وهو القادر أن يجد الإنسان في لحظة وهو القادر أن يقيم النبات في لحظة وهو على كل شيء قدير جل جلاله فعلمنا الحكمة في أن نتأنى في الأمور ونأخذها بالتدريج وعلم الأمة كذلك وأن لا يستعجلوا على الأمور فسبحان العليم الخبير القدير جل جلاله ثم استوى على العرش والعرش أعظم مخلوقات الله جل جلاله وهو سقف جميع المخلوقات جعله فوق السماوات العلاء جسماً عظيماً خلقه بقدرته يحيط بكل ما دونه من الكائنات والمخلوقات من السماوات والأراضين جل الله وتعالى في علاه وقد جاءنا في الأحاديث أنه لو وضعت السماوات السبع والأرض السبع في العرش لكانت كسبع دراهم ملقات في فلاة واسعة فلاة نسبة لمساحة جميع هذه الكائنات ببعدها المترامي بالنسبة لعظم حجم العرش وكبره جل جلال الخالق له وهو رب العرش العظيم ثم استوى على العرش يدبر الأمر يقضي فيه وحده يقدم ويؤخر ويوحي ويميد ويضر وينفع ويرفع ويخفض ويسعد ويسقي يدبر الأمر وهي شؤون تراها كل العيون والعقول على ظهر الأرض وإذا أمعنوا النظر أدركوا أن كل أمر من هذه الأمور وراءه مسير مدبر آمر مصرف قادر حكيم ولكن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فشأن الإعراض والغفل مصيبة تصيب الناس والجن فتخرجهم عن سبيل الهدى تخرجهم عن تأمل الحقيقة في إنصاف في إعجدال في إرادة صادقة خالصة وبذلك تنازعهم الأهواء وتختلط عليهم الأمور ويدعون ما ليس له حجة وما لا يقوم عليه برهان يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعض إذنه يعني المعنى الأول هو الموجود الحق بذاته ولا وجود لشيء إلا بإيجاده ما من شفيع ما فيه ثاني واحد ما فيه ثاني ما فيه شفيع الوطر واحد شفيع ثاني ما فيه ثاني ما فيه شفيع إلا من بعض إذنه يعني لم يوجد شيء إلا بإيجاده وبخلقه وبعثه وتصويره وإنشائه سبحانه وتعالى وابتداء بديع السماوات والأرض ما من شفيع ما فيه غيره ما فيه ثاني له إلا من بعض إذنه من بعض إرادته وترتيبه ومشيئته إيجاد أي شيء كان من عرش أو كرسي مقلم ولوح وجنة ونار وروح وجسد وملائكة وإنس وجن وأرض وبر وبحر وشجر ما إلى غير ذلك لا يوجد شيء من ذلك إلا بإيجاده ما من شفيع إلا من بعض إذنه قال تعالى الله خالقه كل شيء قال نبينا المصطفى محمد كما روى البخاري في صحي كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله ولم يكن شيء معه جل جلاله وهو على ما عليه كان إنما خلق الأكوان آيات ودلالات وعلامات لأهل العقول من الإنس والجن والملائكة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وإحاطته وحسن تدبيره يدبر الأمر ما من شفيعنا لمن بعض إذنه يجي بعض المشركين يتخذون من دون الله آلهة ثم يقول إن كان يوم القيامة جاء فاستاشي أشفع لألات والعزة واللات والعزة صنعتهم أنتم بأيديكم وسميتموهم ثم بعد ذلك تفرضون على الله يجعل لهم قدر عنده وأن يشفعوا وأن تمشي شفاعتهم بالقوة على الإله الذي نهاكم عن عبادتهم ما هذا الكلام ما من شفيع إلا من بعض إذنه يعني ما يشفع أحد عنده لأبئذني كما قال لنا فائدة الكرسي من ذا الذي يشفعه عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إنما يشفع عنده ذو الوجهة عند ذو من يحبهم بإذنه تعالى بإذنه تعالى لا يقدر حدا يشفع قهرا على الله جل الله وتعالى في علاه ولكنهم يرجونه ويدعونه ويلتجون إليه فيشفع من شاء في من شاء وقد حدثنا لسان النبوة عن شؤون الشفاعات وصحف الحديث عن نبينا يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فهؤلاء أكابر الشفع عند الله جل جلاله وتعالى في علاه ولكن مع ذلك كله فإن الشفاعة في القيامة لا يبتد شانها ولا أمرها ولا يفتتح بابها حتى يتقدم الشفيع الأعظام النبي الأكرم يوم يقوم روح الملك الصفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال سيدنا النبينا محمد وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فقرة صلي رب عليه وشفعه فينا ما من شفيع إلا من بعد إذنه فهذا هو المعنى الثاني في معنى الشفيع ما من شفيع إلا من بعد إذنه يقول الله ذلكم الله ربكم الرب والإله يجب تتوفر فيه هذه الصفات تفرد بالخلق والإيجاد ودبر الأمر ولا يستطيع أحد شيء إلا بإذنه في من تجتمع هذه الصفات في أي فرد في أي مجموعة من الإنس من الجن من الشرق من الغرب في أي صناع في أي مكتشفين في أي مخترعين في أي مبدعين في أن تجتمع هذه الصفات في من ما توجد في أحد غير الله الواحد للأحد فلا معنى لأن ننسى الله ونتخذ من دونه أرباب ولا آله أصلا ذلكم الله ربكم جامع هذه الصفات ومن يتصب بهذه المعاني معنى الربوبية والألوهية على الحقيقة هو ربكم لا تتخذوا رباً سوى فاعبدوه يستحق العبادة لا يستحقها غيره لا يستحقها غيره ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلما تركزون أصنام أهوائكم أمام الله ولما تركزون أصنام بعضكم البعض ولا يتخذ بعضنا بعضنا أرباباً من دون الله كما قال الله ولماذا إذا جاء واحد يخترع وإلا يبدأ في جانب من الجوانب هو مخلوق مثلنا نسلم له زمام أن يتصرف في أخلاقنا في معاملاتنا أن يحل ويحرم من دون الخالق الذي خلقنا لا معنى لهذا هذا باطل هذا ضلال هذا خروج عن العقل ولا تقول لما تصف أرسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ما لا حد حق يحلل ويحرم إنسي ولا جني صغير ولا كبير إلا الله الذي خلق فما يجوز نتخذ رباً غيره ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يا من نصب إلها غير الله جل جلاله ونسي أمر الخالق أفلا تذكر خلقك وإيجادك ووجود هذا القون من حواليك أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من العلم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيبوا لو إليهم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس وكانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أفلا تذكرون وتنظرون هذه الحقائق أمام أعينكم إليهم أرجعكم جميعا قال أنا ابتدأت والمرجع إلي وأنتم ترون أنفسكم تموتون وتنقضي حياتكم فهل يترجعون إلى بعضكم الباب فهل من مات يرجع إلى حزب هل من مات يرجع إلى دولة هل من مات يرجع إلى مخترع هل من مات يرجع إلى صانع من الناس هالعقلة فيهم يردونهم أجسادهم التي بين أيديهم إلى أصلها من التراب يدفنونهم فيها وينصرفون ومن زاغ عن العقل إذا يحرقوا إذا يدق دقوا إذا يصلح شيء في الجسد هذا وكان ما يرجع إلى أحد منهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم إلى لا يرجعون وإلا وإن كل لول آخر الجمع وإن كل دمى جميعا لدينا ونجمعهم كما بداناهم من لا شيء ونردهم إلينا كما بدانا أول خلق نعيده كلام منطقي تماما كلام هو المتناسب مع العقل وحده ماذا عند الكفار ماذا عند الملحدين ماذا عند المغترين تناقض مع الفطرة تناقض مع العقل تناقض مع الحجة تناقض مع البره هذا الذي عندهم يقول جل جل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أي وعدكم أن ترجعوا عليه وعدا حقا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم بدأ ويعيد فإيش الذي يوقفكم عن موضوع الإعادة وهو قد بدأ وأنتم بعقولكم ترون أن ابتداء الأمر أصعب من إعادته هذا بالنسبة لكم أما الخالق القوي مش عنده صعب وسهل كل الأمور سهلة عليه وهينا ويسيرة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ولكن أنتم ترون أن أهون وأسهل عليكم الإعادة من الإبتداء الإبتداء هو الصحب أما تعيد شيئا مرة أخرى فما دام أقمته المرة الأولى فالمرة الثانية أسهل عليك إنه يبدأ الخلق ثم فيه صفات ربوبية واللوهية ليست مع غيره جل جلال إنه يبدأ الخلق ثم يعيد وجاء هذا يريد أن يتطاول على الصفات الربوبية أنه مرود لم تر الذي حاج إبراهيم فربه إذا أتى الله الملك إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت أنت تحيي وتميت ما تقدر تجيب بعوضة ولا ذرة ولا ذبابة وإن حياكم راح إلى تفسير للحيا والمات جاء بإثنين قتل واحد خلق ثاني كيف هذا حييته وهذا أمته وبدون اللجاج في الفعلة حقه أنت قلبه إلى معنى أوضح قوي قدام عينه يسكته قال له إن الله ربي الذي أعبوده أنا رتب أتياني الشمس كل يوم من المشرك إن الله يأتي بشمس فاتي بها من المغرب إذا أنت إله خلاص بكرة خلها تطلع من الشق الثاني وانت تقول إنك إله فبهيت الذي كفر يا معظم لصنع فرد يقول لهم يغيروا المجرى حق الشمس كلهم لا شمس ولا قمر ولا يقدروا يغيرون شيء في مجرى أرض كلهم مقهورون تحت حكم القاهر فلما هذا الغرور لما هذا العجاب لما بيش واحد مخلوق مثلك يدور في دائرة مغلقة معينة ما يقدر يتجاوزها يا معشر جن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات الأرض فانفذوا هل تنفذون إلا السلطان قوة منا وإرادة منا يقول جلًا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده فما الحكمة يا حكيم فيها قوية قادر قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالإنصاف والعدل لا يظلمهم مثقال ذرة إن الله لا يظلمهم مثقال فالله يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزيهم بالقسط فلا يضيع عنده شيء من أعمالهم إنا لا نذيع أجر من أحسن إن الله لا يذيع أجر المحسنين وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس إلى الرؤف الرحيم يربح المتعاملون مع الله اللهم زدنا إيمانا ووفقنا للعمل الصالح ووفر حظنا من الإيمان ووفر حظنا من العمل الصالحات طول أعمارنا يا رب شمو الجميع الحاضرين والسامعين بالثبات على هذا المسلك الأطيب إيمان وعمل صالح حتى نلقاك يا رب الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا من بدأنا ثم يعيدنا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القصة فهذا الفريق المخصوص بالهدى والصواب والنظر من رب الأرباب والمحبوبية لديه الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين خرجوا عن دائرة الإيمان والعمل الصالح من جميع الكفار ومرتكب الفجور والآثام يقول جل جلال وتعالى فعله والذين كفروا لهم شراب من حميم والحميم الحر شديد الحرارة ومراد بالحميم هنا حميم النار وكثير منه قيح وصديد يخرج في الآخرة في النار من فروج الزنا والزانيات وذلك أنها للفواحش من الزنا واللواط من أشد الناس من أشد الناس في القيام خزيا ومن أشدهم وقوع في المذلة وحتى كل من لم يتب من ذلك فمات وعليه من هذه الذنوب ما لم يغفره الله جل جلاله يصور بصور عدد فعلاته أمام الخلايب تشتعل فروجهم نار وهم في القيامة ويدخلون النار فتسيلوا جيحاً وصديداً كما أسالوا منيهم ومياههم بغير ما أباح الله في الدنيا تسيلوا جيحاً وصديداً ويتجمع في مكان فهم النار يغلوا ويفور فتقرف منه الزبانية وتسقيه أهل النار وقالت سبحانه وتعالى لهم شراب من حميم من شدة حرارته إذا قرب إلى الوجه شواه ويقلع جلدة الراس من شدة حرارته قال تعالى وسقوا ماءاً حميماً فقطعها معاهم وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاوثوا بمان كالمهل يشول يشول وجوه بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب بعيدنا عن هذا الشراب يا رب ولا تعرض أحداً منا ولا من أهلنا أن يقرب من هذا الشراب وذلك أنهم شربوا في الدنيا شراب المعصية والكفر فناسبه هذا الشراب ولكن الذين شربوا الإيمان والعمل الصالح لهم أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الطيبات ومغفرة من ربي هل يكون هذا مثل كمن هو خالد في النار وسقوا ماءاً حميماً فقطعا معاهم اللهم اجعلنا من أهل جنتك وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أصروا على الكفر وقد دعوا إلى الله الخالق الحق جل جلاله فأبوا فويل من بلغته الدعوة وأصر واستكبر بعد ذلك لهم عذاب أليم شديد لا إله إلا الله تعالى في علا ومجازاً يقولون طائرة من دون طيار وصاحب الرموت قالوا الذي يشغلها ما هو طيارة وأسبابها قائمة بين أيديكم جل جلاله وتعالى الله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن والطائرات مثل الطيور الرحمن يمسكها جل جلاله وتعالى في علا ولكن ما الذي تصدق أنه من نفسه من دون أي سبب وتحريك ولكن يتحرك ويقوم ويترتب ويتحسن ويتزين ويتشكل ما تصدق قلم أو خاتم أو نظارة أو كوفية ما تصدق لا تصدق ما دم عندك عقل لا تصدق أن شيء من نفسه يتم والشمس لا يوجد أنت معه عسى ما هي أبوك اللي صلحة أمك طيب وجات كذا كيف كذا وتشوفها كل يوم ولا تفكر راح العقل حقك إيه عقل أنت فين هو الذي جعل الشمس ضيان جعل لها سلطان في النهار تضيء إضاءة عظيمة لا إله إلا الله ولكم فيها عبرة إذا أظلم لكم تلصون المصابيح فإذا سطع نور الشمس يقال أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله وكذلك تستخدمون عقلكم إذا جاء أمر من عند الله يقول أطفئوا مصابيحكم فقد سطع نور الله إذا جاءت شمس الله ما عدنا نحتاج المصابيح الصغيرة وهي مخلوقة من المخلوقات خلقها الله جل جلاله هو الذي جعل الشمس ضيان والقمر نور نفرق بينها في الشكل في اللون في الأثر فرق بين الشمس والقمر جعل هذا سلطانه النهار وهذا سلطانه الليل جعل الشمس ضياء يستع في النهار والقمر نورا في الليل وقدره منازل يبدأ هلاله يكبر 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 حتى يصير بدر ينقص ينقص يلجع ثاني مرة قدره منازل بحساب دقيق وقدره منازل من أجل لما تعيشوا على بهل تعلموا عدد السنين والحساب يوم وليلة ويتكون منها سبوع من سبوع شهر من شهر سنة لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق بالقدرة بالحكمة بالعلم بالفائدة يعني ما يخلق عبث وما خلقنا السماوات ورد ما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فهم الذين كفروا من نار قال الله عن العقل أولي الألباب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا تعرضنا لنارك يا خالق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات يبينها ويوضحها لقوم يعلمون اللهم علمنا من لدنك علما فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يفصل الآيات لقوم يعلمون قابلين للعلم وهو إدراك شيء على ما هو عليه في الواقع هذا هو العلم تدرك شيء على ما هو عليه في الواقع وعدم إدراك شيء جهل بسيط وإدراك شيء على غير ما هو عليه جهل مركب والعلم يخرج عن الجهل كله يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار ويأتي علينا في كل يوم وليلة وما خلق الله في السماوات والأرض النجوم وكواكب وفضاء وهواء وأكسجين إلى الحدود المحدودة وحيوانات ونبتات وجمدات وبر وبحر كما قال في الآية الأخرى وإني في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تتجر في بحري بما وما أنزل الله من السماوات من ما أنفع بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخري بين السماوات لآيات إن في اختلاف الليل والنهار يتعاقب هذا لهذا وهذا وراء هذا بترتيب متقا محقا وين للذين يرونوا هكذا ولا يفكرون من الذي رتب لهم الليل والنهار قل رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيام من غير الله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيام من إله غير الله يأتيكم بليل تذكرون فيه أفلا تبصرون من رتب هذا وتريدون أننا أمام هذه الآيات كلها نمشي مغمضين العيون من شأن نمجد صناعتكم لتكنولوجيا وأنتم من التكنولوجيا كيف جيتم يا جماعة وأنتم بنفسكم آيات تدل على صدق محمد وأننا سنحشر إلى الواحد الأحد وأن وراءنا الحكم في يوم غد فنضيع مستقبلنا الكبير بتمويهاتكم وتمجيد ما ليس بمجيد من خصالكم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات الأرض لآيات لقوم يتقون كيف يقوم يتقون يعقلون عقلا غير ملوث ما لوث العقل لوث العقل أن تغلبه الشهوة والهواء فيسخر لمرادهما فينصرف ينصرف عن الإجرار بالحقيقة عن الإجرار بالعتبينة وهو يعلمها من شان غلبة الهواء من شان غلبة الشهوة هذا ما عاد شيء يتقون لهذا قال يتقون يعني يتقون تكذيب بأنفسهم بأنفسهم وضحك على أنفسهم ويخدع عنفسهم فبعقولهم لا يغضون أبصارهم عن النور الواضح ولا ينزلون الأشياء غير منازلها فكل ذي عقل سليم يهقن عظمة الخالق لهذا الكون وما فيه عظمة الخالق لإصبعه فضلا عن يده فضلا عن يديه معا فضلا عن صدره فضلا عن عجائب مخ جل جلاله آيات بديعة لآيات لجوم يتقون أما من لا يبالي ولا يتقي الأسخط والغضب ولا يتقي النرفة يغلب الشهوة على على العقل ويغلب الهواء على العقل ويقول لا انظر أمامك ولا ما يشوف وهو يشوف يقول ما يشوف ولو أننا نزلنا يهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وكل شيء قبل ما كانوا اليومهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون وقالوا وطلعت ورجعت تشوف إنما سكرت أبصارنا فالسحر نحن مسحورين وبعد وإن يروا كل آية لا يؤمنوا غلبت الهواء والشياء ما تنفعهم الآيات لا يتقون لا يخافون عاقبة لا يخافون نهاية ومصير إن الذين لا يرجون لقاءنا يقول ربي لخلقنا وخلق الكل منكم يا بني آدم ومعكم الجن الذين لا يرجون لقاءنا كيف لا يرجون لقاءنا كذبوا بلقائنا فلا يرجون ثوابا ولا قربا ولا رضوانا ولا نظرا إلى الوجه الكريم ولا نعيما لا يرجون لقاءنا لتكذيبه لعنادهم لانحصارهم في الحياة القصيرة ومتعها ولذائدها فقط 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 لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاء الله ورضو بالحياة الدنيا رضو دنيا الدنيا بكل ملاذها بوسطها غصص وأتعب وأنكترضا بهذه وعادة ورضو بالحياة الدنيا أطمأنه بها ما نأطمأنه بها تناسوا الحقيقة فأطمأنه بها أنكروا البعث أنكروا المرجع إلى الرب أطمأنه بالحياة الدنيا ياني رضوبة بغصصها وشدتها وأطمأنه بالحياة الدنيا ولا يريد الله والذين هم عن آياتنا غفلون أربع صفات يهلك أصحابها أولئك ما واهم النار ما آلهم ومرجعهم إلى النار بما كانوا يكسبون أعادنا الله من كل ذلك سوء ويأتي بيان بعض المعاني فيه إن شاء الله معنا في مجالسنا المقبلة جعلنا الله وإياكم من أهل القلوب المقبلة عليه وهل العقول الواعية للحقيقة وبيان رب الخليقة ورزقنا الاستمساك بالعروة الوثيقة اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلى الله عليه وسلم وقرأة للفاتح